اللي عملته الدولة في سبع سنين خادت الناس بالحضن مش اقولك على كتافها وطلعت بيهم لفوق فتبدأ الطبقات دي واحدة واحدة تلتحن بالطبقة المتوسطة بيعلم وشوية شوية هتلاقي الطبقة المتوسطة بتمكن اكتر طب ايه نوعية التمكين بتاع الطبقة المتوسطة الاتاحة اتاحة الايه بقى هنا اول حاجة اتاحة التعليم الطبقات الزغيرية ما كانش عندها تعليم خالص لانه ما كانش تعليم ده كان من بزرميت فبدأوا يتعلموا المدارس زي ما احنا شفنا والطبقة المتوسطة نبدأ نعمل لها الجماعات الكبيرة زي الجماعات الاهلية والشراكات اللي بتتعامل مع الجماعات الدولية وما الى ذلك فأولاد الطبقة المتوسطة دول هم اللي يبدأوا يكبروا ويتميزوا لانه الأغنية شويتين بياخدوا الولاد ويودوهم على جامعة هارفرد في أمريكا ومش عفى الجامعة ايه والحاجات اللطيفة دي ودي حاجة حلوة ما هياش عيب عن اطلاق طب ولا ما يعرفش يطلع هارفرد ما يتعلمش تعليم في الجماعات الدولية الكبيرة يعني لا يتعلم فتعامل المشروع الضخم بتاع الجماعات الاهلية والشراكات الأجنبية وامتدت الشراكات الأجنبية أو الشراكات بتاعة الجماعات الدولية الكبيرة دي تخش على التعليم الجماعي الحكومي هو ده اللي أنا بقولك عليه ده اللي عمله راجل اسمه عبد الفتاح السيسي ليه مني كل الاحترام والتقدير وأقدر أقول لك ما بين قسين ثقيلين كل الحب لأنه حضن الغلابة الناس اللي زي حالتنا برضو ليسرين دول يحبوا أول يعني حازل الغلبان نحبوا من قلوبنا ما هو إحنا بتبقى حياتنا عبارة عن إيه من وجهة نظرنا يعني مسخرة علشان خطر الغلابة الناس دي لازم تعيش وتكبر تاكل وتشرب وتلبس ويبقى صحتها حلوة وتروح مستشفيات لقدر الله لو محتاجاها يبقى المستشفى عليه الإيمة ويتعامل حلو خش مدرسة عليها الإيمة وجمع عليها الإيمة ويلعب رياضة ويروح السيمة ويلعب مزيكة وينبسط